خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان تتخذها الدولة مع سعيها لإقرار استراتيجية وطنية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية هذا ما أكدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في اجتماع مع عدد من ممثل المجتمع المدني وشخصيات العامة مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال الأمانة السفير على أرشدي أكد أن الاستراتيجية تعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان حيث تنقسم إلى أربعة محاور تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى حقوق المرأة والطفل والذو الإعاقة والشباب وأخيرا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان المحاور الأربعة عندنا الحقوق السياسية والمدنية طبعا ده جزء مهم من الاستراتيجية ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعدين حقوق المرأة والطفل وذو الإعاقة وكبار السن والمحور الرابع من الاستراتيجية هي بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبالتالي كل هذه الموضوعات مرتبطة ببعض وزي ما يا حضيك قلت في الأول مرتبطة برؤية مصر 2030 وزي يعني بتنم على الحقيقة حرص القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السياس طبعا أشار لهذه الاستراتيجية السفير علاء رشدي أكد أيضا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جرى العمل عليها منذ أكثر من عام ونصف العام مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار شامل بشأنها استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعني جاري الشغل عليها بأنها تقريبا سنة ونص أو أكثر وبالتالي وهي الاستراتيجية الأولى من نوحها في مصر وهتتناول الفترة ما بين منتصف 2021 لمنتصف 2026 يعني فترة خمس سنوات وبالتالي لما بتكوني بتعدي مثل هذه الاستراتيجية وبالأخص الأول مرة بتتطلب الحوار المجتمعي الشامل ولمزيد من التكامل استعرضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان استعرضت مخرجات الاستراتيجية الوطنية والتي وصفها أعضاء اللجنة بأنها نقلة كبيرة نحو مستقبل جميع المواطنين ودعا أعضاء اللجنة إلى إعداد دراسة تعريفية توجه للمجتمع الدولي لتبرز مشروعات التنمية التي تشهدها مصر ومنها مبادرة حياة كريمة وكذلك الإنجازات التي شهدتها مصر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرحلة تدخلها مصر في تعزيز حقوق الإنسان مع التوجه نحو إقرار استراتيجية تعزز وتحمي حقوق الإنسان بكافة أبعادها مع وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلاة